وما زال حتى الآن بعض الأمور فيها مهانة لدور المرأة في المجتمع الآن وما زالت تعامل بشكل وكأننا أيام الجاهلية وأرجو أن حركت تأتي الفرصة أن نحن نلقي الدوء على هذا الموضوع ثم نعود إلى المرأة التي كانت تليد فوقها نعم طبعا لا بد أن نفرق بين الإسلام وبين العادات والتقاليد الإسلام جاء ليكون نظاما عاما للدنيا لكن بعض المجتمعات للأسف ما زالت تتعامل مع المرأة معاملة بعيدة عن الإسلام وما هو إلا اختبار من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الناس هل أنتم مسلمون أم أنتم ما زلتم تعيشون في الجاهلية الأولى فمن يمتسل نظام الإسلام وشريعة الإسلام في معاملة المرأة فيقول ها أنا زا مسلم نعم ومن يقول أو من يعترض أو من لا يعني يطبق هذه القوانين وهذه السنن الإسلامية على المرأة فهو يعلن للناس جميعا أنه جاهلي نعم وأنه من عصر الجاهلية نعم وأنه يرد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم وهذا خطره عظيم نعم لأن هذا الرجل الذي يصلي ويصوم ويحج ويفعل الطاعات حينما يأتي في وقت الحر الشديد ويقترب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي إذا شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا رب وعدنا رب فيقترب من الحوض بعد شدة العطش وشدة الحر فيدفع ويزاد عن الحوض فيقول أنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ويحرم من يد النبي فهنا أي حد لا يطبق قوانين الإسلام على المرأة والفتاة بعد أن جاء إذن هو يعلن رفضه الكامل لهذه الشريعة المطهرة التي نزلت من فوق سبع سماوات شكرا شكرا